بسم الله الرحمن الرحيم معكم ابو اليمان من قناة التمييز لعشر وحال طبعا اليوم راح نشرح كيف احنا ممكن نشتري من موقع جير بيست طبعا هذا اخواني موقع صيني هذا الموقع بتميز في الاسعار الرخيصة مقارنة ما بين هذا الموقع وما بين المواقع الثانية طبعا هذا الموقع اخواني سمعت كثير اشخاص بحقوا انه الموقع نصاب ومن هذا الكلام لكن الحقيقة انا جربت الموقع تقريبا فيه اربع محاولات او ست محاولات للشراء وكانت جميعها محاولات ناجحة واستلمت جميع السلاء او جميع البضاعة من الموقع وما كان فيه اي مشكلة واجهتني داخل هذا الموقع طبعا علشان تشتري من هذا الموقع لازم يكون عندك اما حساب على البيبال البنك الالكتروني او يكون معك بطاقة الفيزا الالكترون او احدى وسائل الدفع الاخرى طبعا في البداية لازم يكون عندنا حساب على الموقع علشان نعمل حساب على الموقع نضغط على هذه الايقونة رح تظهر لنا اخواني هذه الشاشة الموجودة امامنا اما بتقوم في عمل حساب عن طريق ربط في حسابك على الفيسبوك بالضغط على خيار connect with facebook او بتعمل حساب عن طريق ربط الحساب في موقع الجوجل بلس او بتقوم في عملية انشاء حساب مستقل عن طريق ادخال الايميل والباسورد وتكرار الباسورد وبتضغط في الاخير على خيار الريجستر بالتالي الموقع برسل لنا ايميل على البريد الالكتروني وبتضغط على رابط تفعيل هذا الحساب وبعد ما تفعل الحساب مباشرة بترجع على نفس الصفحة وبنقوم بادخال الايميل والباسورد وبنعمل عملية دخول على الموقع مباشرة وبعد ما ندخل على الموقع عن طريق حسابنا على هذا الموقع لازم نضيف عنوان الشحن الخاص فينا اللي احنا حابين نستلم السلعة عليه فبالتالي منذهب الى خيار الاكاونت او الماي اكاونت منتوجه مباشرة الى خيار ماي بروفايل مباشرة رح تظهر معنا هذه الصفحة طبعا منختار من هون خيار الادرس بوك وهو عنوان الشحن وبنضغط بالاعلى على خيار Add New Address والان منكتب الاسم الاول زائد اسم العائلة ثم منقوم بكتابة الايميل الخاص فينا طبعا بجانب خيار Street Address منكتب العنوان كامل زائد صندوق البريد اللي احنا رح نستلم عليه هذه السلعة طبعا من خيار الـ Country منحدد الدولة اللي احنا عايشين فيها وبعدين منكتب اسم المحافظة تبعتنا بجانب خيار State Country ثم منكتب اسم المدينة وضروري جدا اخواني نكتب رقم التليفون او رقم الجوال الخاص فينا بجانب خيار Phone Number وبجانب خيار Zip Postal Code منكتب الرمز البريدي الخاص في المدينة تبعتنا وبعدها منضغط على خيار Confirm Edit وبعد ما نقوم بإضافة عنوان الشحن الخاص فينا نشرح الان كيف احنا ممكن نشتري عن طريق هذا الموقع طبعا في عنا على اليسار بجانب خيار Department مجموعة من الأقسام او مجموعة من التصنيفات مثل الملابس الرجالية او مثلا الساعات او مثلا ملحقات الأجهزة الخلوية او مثلا الإضاءة الخاصة في الليد او بإمكانك تستعين بالأعلى في عملية البحث للبحث عن السلعة التي تريد شراؤها وخلينا نبحث عن كلمة تليسكوب طبعا هي عبارة عن منظار بركب على جهاز الجوال لاحظ معي نتائج البحث مثلا هذه السلعة لاحظ سعرها ستة وثلاثين دولار أصبح سعرها الآن ثمانتاش دولار طبعا إذا حبينا نشتري هذه السلعة ندخل على هذه السلعة علشان نشوف التفاصيل اللي الموقع كاتبها عن السلعة بالأسفل بأسفل هذه الصفحة بتلاحظ داخل خيار مواصفات هذه السلعة طبعا بتطلع على السلعة وإذا فعلا حبيت تشتري هذه السلعة نضغط على خيار Add to Chart فبتم مباشرة إضافة السلعة إلى سلة أو عربة التسوق طبعا إذا كان فيه داخل عربة التسوق أكثر من سلعة بإمكانك تحدد السلعة اللي انت حاب تشتريها والسلعة اللي ما بدكيها بإمكانك تزيل عنها علامة التحديد أو حتى بإمكانك أنك تقوم بعملية تحدث هذه السلعة من عربة التسوق بالضغط على خيار Delete طبعا بأسفل الصفحة راح تلاحظ المجموع الكلي المطلوب منك دفعه مقابل السلعة اللي انت قمت في تحديدها في الأعلى طبعا خيارات الدفع الموجودة في عنا حساب البيبال أو استخدام بطاقة الفيزا بالضغط على خيار Couset to check out والآن إخواني راح تطلع إنها مجموعة من الخيارات طبعا هذه الخيارات خاصة في عملية شحن السلعة طبعا لاحظ بجانب خيار Auto Pre في عنا خيار Tracking Number مقداره دولار وتسعة وتسعين سنة طبعا إذا قمنا بتحديد هذا الخيار سيتم إضافة تقريبا اثنين دولار على إجمال المبلغ المطلوب نظرا لأنك طلبت رقم تتبع لهذه السلعة طبعا إذا ما بدك أنت رقم تتبع بإمكانك تزيل التحديد فبتم خصم اثنين دولار من قيمة السلعة طبعا إذا أنت حاب تصلك البضاعة بوقت أسرع أو وقت قياس بإمكانك تختار أحد الخيارات الثانية الموجودة بالأسفل وبعد ما تنتهي من تحديد الخيارات بتنزل على أسفل الصفحة وبتقوم بتحديد خيار الفيزا إلكترون أو الفيزا كارد أو بتقوم بتحديد خيار البيبال وبعدها على أسفل الصفحة منضغط على خيار Place Your Order ومن خلال هذه الشاشة منقوم بتحديد نوع بطاقة الفيزا اللي إحنا حاملينها ومنكتب رقم البطاقة زائد تاريخ انتهاء هذه البطاقة بالشهر والسنة ومباشرة بنكتب بجانب خيار Security Code الرقم اللي موجود خلف بطاقة الفيزا وبعدها بنضغط على خيار Continue فبتم اقتطاع مبلغ 18.35 من البطاقة الموجودة معك وبنرجع على الصفحة الرئيسية وبإمكانها نتوجه إلى خيار My Account ونذهب إلى خيار My Order طلبات الخاصة فينا لست لاحظ موجود داخل هذه الصفحة جميع البضائع اللي انت قمت في شرائها مثلا هذا الخيار وبعد ما تدخل على السلعة اللي انت اشتريتها بتلاحظ وجود ميزة حلوة موجودة داخل الموقع وهي تصوير البضاعة قبل عملية شحنها إليك الموقع بيقوم بتصويرها ويقوم بوضع صورة لهذه السلعة داخل الموقع بالإضافة إلى رقم التتبع راح تلاقي كمان موجود داخل هذه الصفحة وبهيك إخواني بنكون أنهينا طريقة الشراء من موقع الجير بس وأخيرا إذا عاجبك الموضوع لا تنسى الاشتراك بالقناة ولا تدخل علينا بالضغط على زر الإعجاب وانضم إلى صفحتنا على الفيسبوك